تواصل القوات المشتركة والمقاومة الشعبية تقدمها في مواقع عدة بمحافظة الضالع محققة تقدما جديدا وحررت عددا من القرى والمواقع في مديرية الأزارق غرب المحافظة عقب هجوم خاطف كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة الوية العمالقة وقوات اللواء الصاحقة وقوات اللواء أول مقاومة المتمركزة في جبهة طورصة بمديرية الأزارق قادة الهجوم الذي انطلق من جهات عدة نتج عنه تحرير قرى الرباط والشجفة والشبهة وتطهيرها بشكل كامل في عملية سريعة وخاطفة على مواقع ميليشي الحوثية الهجوم الذي نفذته المقاومة الشعبية المسنودة بالقوات المشتركة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحة من ميليشيات الحوثي وفرر من تبقى باتجاه مناطق ماوية وخلف بلد الدار الصليب التابعتين لمحافظة تعز بعد أن تمكنت القوات المشتركة من قطع الطريق الواصل إلى باهر ومفرق مغيلان والسيطرة عليه بالتزامني شنت كتائب المدفعية للقوات المشتركة قصفا مركزا على تجمعات للحوثيين على مواقع مطلة على قرية الفاخر أسفر عن تدمير ثكنات وتحصينات الحوثي بالإضافة إلى مقتل ستة وعشرين حوثيا بينهم ثلاث قيادات ميدانية الضالع واحدة من أكثر المناطق اليمنية أهمية من الناحية الجغرافية نظرا لارتباطها بخط المواجهات شمال الوطن وجنوبه فضلا عن أهميتها الاستراتيجية لكونها نقطة انطلاق لتحرير محافظة إب شمالا وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية